الحقيقة لإحتفالية نظمتها القوات المسلحة ويمكن شاهد فيها الفريق أول محمد زاكي القاعد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم لتكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية اللحاء وإنجهزات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة ووائل الدوري الرياضي للقوات المسلحة للعام 2021-2022 وده كان بحضور طبعا دكتور أشرف صبحي زي ما حضرتكم شايفين وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد الرياضيين ونجوم الرياضة بشكل عام ويمكن الحقيقة في البداية كان فيه عرض لفيلم تسجيلي أعدته إدارة الشؤون المعنوية يتكلم بشكل عام أود فكرة عن نشأة جهاز الرياضة القوات المسلحة والحقيقة زي ما أنتم شايفين أبطال في كل الرياضات سيد جمال علام رئيس الاتحاد الكورة طبعا يمكن أعتقد إسهامات القوات المسلحة وجهاز الرياضة فيها في قطاعات الرياضة المختلفة أصبحت واضحة بشكل كبير جدا وجوز كبير جدا زي ما بنقول الجيش المصري هو مصنع الرجال فالقوات المسلحة أيضا هي مصنع الأبطال وعدد كبير جدا من أبطال مصر في مختلف الرياضات وخصوصا الفردية منها خرجوا من جهاز الرياضة في القوات المسلحة ورئيس سيسي بنفسه الحقيقة يمكن مهتم بدأ بشكل كبير ووجه تهنئة لكل الأبطال الرياضية